اهلين بالجميلين كيف كون ان شاء الله تكونوا بخير اليوم رح نعمل القراءة العامة لبرج العطراء رح نشوف اليوم موضوع السحة والعمل والاسرة وما هو عاطفي بشكل عام واكيد رح تنطبق القراءة هذه على الناس اللي بتوصلني طاقتكم بنسبة اكبر واكيد رح تنطبق بنسبة مختلفة على الموجودين رح نبلش مع موضوع السحة يعني بصراحة رح نشوفك يا برج العزراء يعني تعبانين في منكم اللي تعبانين نفسيا وفي اللي تعبانين صحيا رح نشوفه نفسر اكتر شايفة يا برج العزراء انه في منكم اللي عم يحس بالوحدة والشعور بالاحباط نتيجة لمجموعة من الضغوطات والاحداث الغير المتوقعة والمتراكمة لالو كذلك في منكم اللي عم بيعاني من القلق والتوتر والاجهاد بالرغم يعني من انه عم بيبين حاله قوي يعني عم بيبين نفسه قوي للناس فشايفة منكم اللي عم يعني عم بيدور في الاشياء السلبية والتي لها تأتي سلبي على صح على صحته فانت تحتاج الى التركيز على الاشياء الايجابية واخذ عطلة للترويج عن نفسك وممارسة التأمل والاسترخاء كذلك في منكم اللي مريض والوراء بيقول لك انه معركتك الاساسية هي مع مرضك الذي استهلك طاقتك فانت بحاجة الى استجماع قوتك والمضي قدما كذلك بعد الشر عليكم يعني عم شوف يعني كأنه في حدا عنده شي مرض يعني مزمن فا او اصابة قديمة او حاجة تخلص مننا ورجعت له تاني فيجو عليك في الحالة هذه ان تستجمع قوتك وتتوكل على الله العالي الشافي وتشجب الطاقة الإيجابية التي ستساعدك على الشفاء كذلك في منكم اللي تعبانين من فراق شخص يعني تعبانين هم كأنهم عم بيحاربوا بش موضوع قدموا فيه شغلات كثيرة شي حدا تخلى عنهم اختفى تركن بوقت ما كانوا متوقعين هالشي صير كذلك في منكم اللي حاملين مسؤولية مخليتهم من جوة عبانين وحزينين عم شوف في ألم لفراق موجود وهذا الألم عم بيأثر على هدول الناس فالورق بيقل لك خد بالك من صحتك لأنها أهم شيء بالنسبة لك لأنها هي اللي راح تساعدك توصل للشيء اللي بدك يعني فأنت لازم تروح عن روحك ولازم تاخدوا بالكم من صحتكم وتقلصوا شوية من التفكير الكثير كذلك في منكم اللي عم يعمل استشفاء استرخاء أشياء حلوة بتساعد الإنسان إنه يحسن صحته ونفسيته راح نمر للموضوع العمل عم شوفك يا برج العزراء يعني عم تشتغل بجهد ومنشغل بجد فأمورك العملية راح تكون في تحسن مستمر كذلك في منكم اللي عم يدرس وملتزم بدراسة وعم يسعى للنجاح ومنكم اللي محتاج إلى التعاون مع الآخرين لإكمال مشروعه أو دراسته أو مشروع دراسة لأن المهارات المختلفة عندما تتجمع كفريق تكون أحسن لتحقيق نتيجة ناجحة كذلك يا برج العزراء عم شوف في منكم اللي جايته رزقة أو مكافأة بالطريق هي صغيرة يعني بس يعني مكافأة بالطريق قريبا على جهودك فعم شوف منكم اللي عم يعمل تدريب مهني أو تدريب داخل في دراسة فالأمور بشكل عام راح تكون طيبة كذلك في منكم اللي بيشتغل بجد بس ما عم بحس بالتقدير على الأعمال الشاقة اللي بيعملها سواء كان بالبيت أو بالشغل فما عليك إلا بالصبر وإن شاء الله الأمور راح تتحسن فالأمور بشكل عام في العمل راح تتيسر لإلكون كذلك عم شوف في منكم اللي بيعمل صنعة كثن أو خياطة إدارة يعني شغلة بيشتغل فيها والأمور راح تزدهر فعليك بالمتابرة والقيام بما تستطيع فعله الآن والباقي على الله كذلك في منكم اللي عم بيدور على شغل فقريبا راح يتوقف راح يتوفق إن شاء الله أمور طيبة في العمل يا برج العزراء فيما يخص الأسرة الأسرة فعم شوف في منكم اللي عندو شوية مشاكل بالأسرة هيك خلافات مشاكل بسيطة راح تتحل مع الوقت وهو في القريب العاجل كذلك عم شوف في خصومات يعني وعلاقات تكسرت نتيجة مواقف صارت شايفاكم تعرضتوا لصدمات قاسية داخل الإسراء منكم اللي وصلوا يعني للطلاق في اللي عندو مشاكل بالحمل يعني وهذا الموضوع تبع الحمل عملهم مشكلة كذلك عم شوف في عندكم بداية جديدة أو إذا كان مشاكل بالعيلي بالعلاقات فهناك تحسن للعلاقات وازدهار فهذا البداية الجديدة سواء كانت مع الأهل أو الأقارب أو مع الشريك لأننا نتكلم عن الأسرة فهذا شايفا أنه راح تتصلح العلاقتك بالأسرة وراح تصير أكثر تناغم كذلك في منكم اللي عم شوفوا مشتاق مشتاق لي العيلي أو الأسرة لأنني شايفاه بعيد شايف الشخص هذا بعيد يعني ممكن يكون في بلد ثاني عم يدروس عم يشتغل يعني و مع العيلة في مكان ثاني عم شوفوا تعود على الوضع و عم بيحاكي عيلته عم بيحاكيها بحب ومدلة إلون كاس الحب فالأمور رح تتيسر يا برج العزراء إن شاء الله تعالى و رح تمشي الأمور مثل ما بدك يا برج العزراء في العواطف والأخاسيس والمشاعر فنجيكم كارت دووالت أمور طيبة فيما يخص الأسرة و العلاقات بهذا الشغل أما فيما يخص العلاقات فرح نحكي أول شي رح أعطي نظرة بشكل سريع فبشكل عام عم شوف في الزواج طالعت لكم ورقة الزواج ورقة الأسرة السعادة زواج توأم الروح توأم الروح في نجاح بداية جديدة كذلك في عودة ممكن يكون شخص من الماضي أو بداية جديدة فرح نفسر هذه الشغلات هذه شوية شوي حسب الحالة وحسب الشي اللي ظاهر عندنا كذلك حسب الوقت فبشوفك يا برج العزراء إنسان روحاني طالع لك ثلاثة أوراق إنسان روحاني جداً وعم تعمل أعمال روحانية وعم تفكر في شخص كثير والشخص هذا عم شوفه متواصل معك بالروح عم شخص هذا شايفه زعلان وغضبان وقلقان وبيفكر فيك يعني بالليل وفي من كون اللي حاسس إنه الحبيب غضبان ورايد تكلموا والشخص هذا صراحة هو متواصل معك ويرقبك كثير ومهتم بك كذلك فشيفك بتراقبه كثير ومهتم به فممكن يكون هو غضبان منك أو متباعد عنك وممكن يكون يعني اختفى بشكل مفاجئ وأنهى العلاقة بسبب ما فهو كأنه مختفي ولكن هو عم بيفكر فيك يعني كأنه مش يعني كأنه اختفى ولكن هو بيفكر فيك وزعلان عليك وزعلان عليك يا برج العزراء زعلان عليك شايفك لوحدك متواصل يا برج العزراء روحيا مع الحبيب شايفك كذلك مشغول في منكم اللي بيعمل استشفاء وفي اللي بيعمل عملية جذب مع الحبيب والأغرب انه في منكم اللي على علاقة بشخص جديد لكن بعده بيراقب الحبيب القديم وبيحبو بيفكر فيه فشايف لك يا برج العزراء حاليا لوحدك يعني او منفصل عن حد يعني بتحبه ولكن عايش حياتا رغم كل شي صار في منكم اللي عامله بلوك على السوشيال ميديا ومع ذلك فالحبيب بيراقبك وانت بيراقبه في منكم اللي عنده تعلق فشايفك يا برج العزراء حاليا بتتواصل بالروح مع الحبيب فمنكم اللي يعني كذلك في منكم اللي في علاقة ثلاثية يعني وانفصل عن الحبيب ولكن شايف الحبيب يعني زعلان عليك وفاقد الأمل وحاسس انه انت خلاص جاوزت وبديت علاقة جديدة وفي منكم فعلا اللي عنده علاقة يعني جديدة ولكن بعده مهتم بالحبيب لانكم حاسين انه توأم الروح وبتحبوه كثير عم تحسوا انه توأم الروح وطالع عندكم توأم الروح لان الأوراق هذه تجي مجتمعه مش معقول فاكتر برج مبين عندي هون برج الجوزاء بلسبة كبيرة ميزان بلو وحنا ماشيين وحنا رح نقول الأبراج اللي رح تبين معنا وخلينا نشوف طاقتك يا برج العزراء شايفك يا برج العزراء يعني واخد موقف وقافل كل شيء يعني كأنك مختفي او عم تخبي مشاعرك لاني شرفك يعني بتحب الحبيب ودا شيء واضح عني عم تخبي مشاعرك الحقيقية عن الحبيب ممكن عشان ما يعرف انك مهتم بيك وبعدك بتحبه او بعدك في عندك مشاعر لإله او انك قافل عليه عامل بلوك مختفي يعني خليت كل شيء وراك يعني بدك وقت عشان تاخد قرار يعني او بعدك متردد حول القرار هذا او حتى من خلال كثرة الجدال والخصومات قررت تاخد فترة او تختفي بعد الشيء اللي صار اه فشيفك يا برج العزراء يعني واخد موقف يعني وقافل في منكم اللي واخد موقف من علاقة سولاتية يعني كذلك في لي متزوج يعني ومكتشف خيانة او علاقة سولاتية بس ان شاء الله رح يكون خير بس شيفك بعدك عم تحب الحبيب يا برج العزراء ومهتم فيه كذلك في منكم اللي مهتم بحاله كتير ان شاء الله خير ففي منكم يا برج العزراء اللي عنده عرض زواج او خطوبة وهذا الشي عندي مأكد جيتوا بالطريق او ممكن تكون تعرضت عليه او انخطب لاني شايفك يا برج العزراء بدك تستقر وتعمل عيلة مع الشخص اللي بتحبو كذلك شايفة في تواصل روحي في عندكم تواصل روحي بينك وبين الحبيب كذلك في منكم اللي مطلقين ومروا بتجربة قاسية او منفصلين يعني في عندي منفصلين كتير طاقات كتير فشايفة فشايفة يعني انه في منفصلين او مطلقين او مروا بتجربة وبخيبة امل وبظروف صعبة خلتهم اكتر اكتر قوة في تعاملهم حتى وانتوا يعني من جوة كتير عاطفيين وحساسين شايفكم عم تتواصلوا مع رفيق الروح بس عم تبينوا حالكم اقوى برغم هالشي يعني شايفاكم بدكم ترجعوا للحبيب ورفيق الروح لانه بالنسبة لالكن سول ميت فعندكم بداية جديدة بداية جديدة مليئة بالاحداث السعيدة واكتر اتزانا فممكن يعني الشخص هذا اللي عندك معه بداية جديدة تحس انه السلمات او ممكن يكون هو نفسه الشخص الحبيب لانه طالع عندي السلمات دعونا نرى انه طالع عندي السلمات الشخص هذا اذا كان شخص جديد فرح تحس كأنه رح تحبه من اول نظرة ورح تحس انه السلمات وممكن ممكن يكون هو نفسه الحبيب لانه طالع عندي السلمات انتو بتشوفه يعني مش معقولة ان الاوراق تجي بالشكل هذا كل هاد الاوراق الحلوه تطلع لالكن هيك او ممكن تكون بداية جديدة مع شخص من الماضي كذلك منكم اللي برجح انه رح تكون عنده بداية جديدة مع شخص رح تحبوه رح تحسوا انه السلمات تبعكن كذلك ممكن يكون يعني رجوع لشخص من الماضي من خلال التجديد في العلاقة والتخلي عن الاخطاء الماضية فممكن يكون يعني شيء زواج او خطبة حمل للمتزوجين فالورقة هادي يعني تشير الى الاخبار السعيدة كذلك كما انها تخبرك ان الوقت هذا مناسب لبدء صداقات جديدة والخروج والتواصل اه اما اذا كان اذا كان الشخص عازب او منفصل فهو فال جيد لالهم اه يعني فيه علاقات جاية بطريقكم علاقات جديدة كذلك عم شوفي اختلاف بينك وبين الحبيب يعني فممكن يكون اختلافات هيك بالصفات بالعادات التقاليد يعني ممكن تكونوا من بلد مختلفة فالحبيب شايفينه يعني كثير زعلان شايف الحبيب يعني زعلان علا الشي اللي صار فهو بيشوفك انه انت رفيق الروح يعني والشخص المناسب ليه فأما انت يعني فيه منكم اللي تعود على الفراغ واللي عم يعمل جذب للحبيب او حتى ممكن يكون شي شغلة فيها سحر دخل خلينا نشوف وممكن يكون شي حضر مدخل روحوا في هاي الشغلات يعني عم شوفك السولميت يعني انتو سولميت مع بعضكم ففيه منكم يعني دي عندو عم بيعمل هيك تقييم الشي اللي صار او فيه قضية صايرة بناتكن ممكن يكون يعني هاد الفراق صار بسبب او الطلاق صار بسبب علاقة ثلاثية شي طرف ثالث دخل او الحبيب شي حدا فيكم خانة ثاني كذلك عم شوف فيه تعلق يعني فيه علاقة ثلاثية بالموضوع وفيه تعلق شديد وعم شوف فيه مراقبة شديدة عم تراقب يا برج العزراء الحبيب والحبيب كمان يعني عم براقبك عم شوفكم متعلقين في بعض يعني بطريقة فيه منكم اللي وصلت لانه متعلق بطريقة مرضية وهالشي عم يخلق لبعضكم مشاكل بس عم شوف يعني فيه شخص من الماضي يعني فيه ذكريات فيه ذكريات بناتكم بس عم شوف الشخص هاده نيته حسن يعني الشخص هاده كذلك بيكنن لك مشاعر يعني فيه منكم اللي عنده عودة شخص من الماضي والشخص هاده بعده عم بفكر شو راح يعمل بالعلاقة هاده ممكن تكون علاقة تولاتية عم بفكر بالاطراف هاده وبعده ما اتخذ قراره هو حاليا بطاقة الانتظار فعم يحاول يمسك زمام الامور عشان يتخذ القرار يعني الصحيح ويكون مع الشخص اللي بيحبه لكني شايف لها زعلان يعني فيه شي صار يعني فيه خيبة امل خيانه شي شغلة صارت بناتكم بس بعدي بشوف الحبيب يعني بعده مقدم كاس الحب ولكن هو متردد وعم شوفه تعبان فممكن يكون يعني فيه طلاق صار كذلك من منكم انفصال كذلك عم شوفه عنده مشاكل كثيرة بس فيه منكم اللي عنده زواج بالاخير ان شاء الله خير يا برج العزراء لان بشوفه عنده كذلك طلب زواج او خطوبة يعني من شخص من طاقة ترابية وممكن يكون طور او جدي يعني او يعني عزراء مثلك ممكن هو الشخص هذا عنده مركز جميل يعني وعنيد صفاته لكني برجح يكون برجه جدي كذلك هو حدا متعلق باهله بس فيه بس ما بحسك مبسوط بالعقد هذا فالعقد هذا يعني علاقة جدية ولكني عم حسك مش مبسوط بالعرض كأنك حاسس انك مخدول على الصعيد العاطفي عم تفكر تنتقل يعني العمل جديد ففيه تغيرات عندك على الصعيد العملي والعاطفي يا برج العزراء طالع عندي كذلك فيه عودة من الماضي يعني شخص من برج العزراء لا برج الجديد فممكن الشخص هذا يعني يرجع يعني طاقة ثرابية هي الطاغية على الكراءة ليس على الكراءة كلها بس على الشغلة هذه رح يفسح عن مشاعره ويطلب عغم الزواج كذلك فيه منكم اللي واقفين على الطلاق ولكني بشوفكم صرت الشيء اللي صار خلاكم أقوى وأكتر حكمة خصوصا أنكم أوفياء وكنتوا بتحبوا الشخص هذا وحنونين ولطيفين ومخلصين فشايفاكم لسه عم تفكروا بالحبيب وبدكم ترجعوا لأن الشخص هذا بالنسبة للكم هو السلميت ففي عندكم إذا كنتم متطلقين بداية جديدة فممكن تكون مع شخص جديد رح تحسوا أنه السلميت أو ممكن يكون هو نفس الشخص أو شخص من الماضي لأنه مش معقول تحس بها الإحساس طالع لك سلميت كذلك شايفك يبرج العزراء في حاجة يعني أنت نفسك تعملها وريد توصل لأحلامك لكني شايفك مشغول بشغلات كثيرة في حياتك وهذا الشيء مخليك تفكر أنك سعب توصل للشيء اللي بدك إياه فممكن يكون هذا الشيء عم تحسوا لأنه ما في عندك استقرار مادي خصوصا أنك يا برج العزراء يعني شخص رومانسي وفي نفس الوقت بتحب الفلوس بتحب الاستقرار المادي شايفك كأنك في صراع ومش عارف توفق ما بين الحاجات ما بين حاجات كثيرة عندك يعني عم تفكر فيها منهم ممكن يكون يعني شخص مهتم به كثير وإنت منجلب له كثير أو شخص يعني بتكلموش بعض حاليا وإنت عايز تصالحه ولكني شايف الحبيب إنه فاقد الأمل يعني في العلاقة وهو يعني شايفه حزين على الشيء اللي صار عليك فممكن يكون تسرع وقفل عليك أو عمل لك بلوك أو اختفع فجأة أو تخاصمته فأنت أدرى بالشيء اللي صار كذلك يعني يعني ممكن يا برج العزراء يكون تكون يعني أنت متزوج يعني ومش قادر ترتبط به بالشخص اللي بتحبه أو هو اللي مرتبط ولكني شايفك يا برج العزراء بتحب الشخص هذا فأنت لازم تنظم طاقتك وتعمل توازن كذلك في أبراج طالع عندي سرطان عقرب حوت فيه منكم اللي بيعمل توازن واللي منكم عم يتخذ قرار خصوصا انه فعلا فيه اللي مرتبط منكم يا برج العزراء متزوج وبيفكر شنو يعمل ما بين الحب والزواج وعم بيحاول يتخذ قرار في الموضوع هذا لاني عم شوف الحبيب متواصل معك وبيراقبك وانت كذلك بيتراقبه ولكني شايفك متردد يا برج العزراء ولكني شايف الشخص هذا يعني بده يجي يعني عندك يقول لك شي بده يبعث لك رسالة يعني هو عنده رغبة يساوي أشي بس يعني عم يفكر فشايف الشخص هذا شخص شجاع حازم يعني غير صبور عم شوفه يعني طموح في منكم اللي الحبيب تبعه متمرد شوي جريع في منكم اللي رح يوصلوا اقتراح زواج لانه طالع عندي بطاقة الزواج وهذا شيء مأكد وبتمنى تكتبوني بالتعليقات أو خطوبة وفي منكم اللي الخطب أو عنده زواج قريب في منكم كذلك اللي رح يتواصل معه برج الدور خلال الفترة هذي ورح يقول له رح يسمع كلام جميل ما كان متوقعه من برج الدور كذلك في منكم اللي عنده انتقال من بيت عنده انتقال لبيت جديد وشايفه منكم اللي عم يصرف كثير يعني الفترة هذي فلازم تنتبه على مصروفك يا برج العزراء فبرض النظر انك يا برج العزراء عم تخبي مشاعرك سواء للحبيب او عمله بلوك او مختفي او هو اللي عمل لك الشيء وانت يعني شايفاك عم بتحبه اللي شايفاه بعده عم بيتواصل معك يعني روحيا واني شايفاك مهتم يعني بنفسك وعم بترتب امورك الشخصية والعائلية وفي منكم اللي عم بيفكر يعني بحل في العلاقة التلاتية وتعبان بسبب علاقة ارهاقته يعني عم شوف في ذكريات في شغلات من الماضي بعدك قابع فيها في ناس عندهم تعلق بشخص يعني كتير فنسيحتك يا برج العزراء انك تهتم بحالك وبصحتك وبحياتك الاجتماعية وتاخد وقت لتعمل توازن لطاقتك والحياتك وتحمد الله وتشكره وتمتن لما لديك وتطلب المساعدة من الله تعالى العالي الكافي في أي موقف كنت فيه حتى إذا كنت في مفترق الطرق فأعمل الشي اللي بتشوفه مناسب وهالشي كافي حاليا يا برج العزراء وإن شاء الله شكرا